نشد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيد جميع القوى السياسية العراقية للعمل على وقد الفتنة بسرعة ووقف منحنة تصعيد الذي قد يخرج بالأوضاع في البلاد عن السيطرة شدد أبو الغيد على أن خروج الأمور عن السيطرة لن يكون في مصلحة العراق ولا لصالحه أي طرف هذا ويتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية عن كثب مجريات الأزمة الجارية بالعراق